قفزة جديدة في أسعار الدولار في السوق الموازية ببغداد والمحافظات مع اقتراب سعر صرف 100 دولار من حاجز 160 ألف دينار الاهتمام الأخير لوزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق معايير الاعتدال واستخدام المنصة الألكترونية لبيع الدولار ضيق المجال أمام المضاربين ما رفع الطلبة في السوق الموازية على الورق الأخضر المطلوب من بعض دول الجوار المعاقبة أمريكيا هناك جهود أخرى تخريبية ومضاربين يتطهرون لهذه العملية إضافة إلى أن تحركات دول الجوار في هذه العملية يعتبرون العراق فادمعين لا ينظم من الدولار يستفادون منها خطوات البنك المركزي العراقي مستمرة في دعم الدينار عبر مجموعة من حزم مستمرة تنوع من خلالها منافذ صرف الدولار للمواطنين خطوات قد تبدو بطيئة بسبب الآثار السلبية السريعة لارتفاع أسعار الصرف إذ تحتاج إلى مزيد من الوقت لتلافي تداعيتها الآن هناك توجهات من قبل الحكومة الحالية لمعالجة هذه الأوضاع ولكن هذه الأوضاع لا بد من معالجتها بصورة سريعة لأن هذا الصعود سوف يؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في العراق الحقيقة البنك المركزي يمتلك الكثير من المفاتيح في مجال السياسة النقدية منها ضخ أموال بالعملة الصعبة إلى الأسواق المحلية أو إلى المسافرين وحتى إلى دعم المصارف وإلى دعم المواطنين تذبذ بسار صرف الدولار واتساع الفجوة بين صرفه الرسمي ونظيره الموازي يعززان حالة الركود في الأسواق العراقية لتنتظر منذ أشهر حلا حاسما يعيد الحركة التجارية إلى نشاطها السابق حيدر البدري يو تي في بغداد